لنبدأ بتحليل صوت أسمهان في بدايتها طبعا الصوت الذي استمعنا إليه صوت غض ويدل على أن أسمهان كانت في سن حوالي 14 عاما 15 عاما أي أن ولادتها كانت حوالي 1917-1918 لأن هذه الأسطوانة سجلت في عام 1932 والواقع أن هذه الطبيعة التي استمعنا إليها موجودة في الأسطوانات التي سجلت في ذلك العام جميعها مما لا يتيح لنا أبدا أن نظن أن هذه الطبيعة أتت من تسريع الأسطوانة أبدا هذه الطبيعة موجودة في جميع الأسطوانات إذن هذا يدل على صغر سن أسمهان وللدلالة أكثر على أن فعلا سنها كانت صغيرة فعلا لندقق أكثر ولنختر من نفس أو من ذات العمل الغنائي الذي استمعنا إليه تعطو أتينار فؤادي مقطعا حادا لأن حدة الصوت هي طبيعة متصلة بصغر السن ليستمع إلى المقطع التالي ليتبين منه فعلا أن الصوت أسمهان في تلك الفترة كان صوتا غضا لم يتكون بعد كان صوتا لصبية صغيرة الصوت الذي استمعنا إليه الآن فعلا صوت غض ولكن أسلوب الأداء فيه يظهر تمكنا من صنعة الغناء الأصيل وأعتقد أن لأمها علياء المنذر دورا كبيرا في هذا لأنها كانت ذات صوتا جميل على كل حال لكي ندقق في موضوع الأداء ماذا أعني بصنعة الغناء الأصيل؟ مدرست الغناء الأصيل أو أسلوب الغناء الأصيل القديم يعتمد على ترجيف الصوت لكي أظهر ذلك لأختر مثلا تأطوئة عهدني يا ألبي من ألحان زكريا أحمد التي طبعا زكريا أحمد صلوبه في الغناء يعتمد على المدرسة القديمة وترجيف الصوت وذلك سأختار عملا له زكريا أحمد موجود مع المجموعة الغنائية المرافقة لأسمهان في هذا الغناء لندقق في نهاية المقطع الذي سنستمع إليه المقطع الأول منه أو بداياته عند عبارة عهدني يا ألبي وكلمة يا ألبي فيها ترجيف للصوت لأسمهان ثم تأتي المجموعة الذين أتصورهم الآن من مخضرمين الذين يتجاوز عمرهم ستين عاما ومعهم هذه الطفلة الصغيرة أربعة عشر عاما تغني بذات الأسلوب أتصورهم يتعجبون من هذه الصبية كيف تستطيع أن ترجف صوتها تماما كما يرجفون صوتهم في ختام المقطع معاهدني يا ألبي ذات الترجيف يظهر صوتا غضا صحيح ولكن أسلوب متمكن في أداء مدرسة نهاية القرن التاسع عشر موسيقى موسيقى